أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل في يحنى 8 المسيح الكتاب يقول إيه أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون ثم حضر أيضاً إلى الهيكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمه زي ما قريت كده أن المسيح كان في الهيكل بيعلم ومن ضمن ما قاله قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة بنلاحظ هنا أنه قال أنا نور العالم يعني لكل العالم عجيبة محدش شفناه من الأنبياء ولا حتى أي شخص يقدر يقول أنا نور العالم عزيزي المشاهد المسيح مش واحد من الأنبياء ولا شخص عادي يا ترى إيه رأيك لما تلاقي المسيح بيقول أنا نور العالم من يتبعني خدوا بالكم كده لحظوا كلمة من يتبعني من يتبع المسيح مش يتبع أي شخص تاني أيوة أصل المسيح مش شخص عادي ده هو الله الظاهر في الجسد في ناس قبلت النور وطبيعي في ناس رفضت النور اللي رفضوا النور هم اللي حابين يعيشوا في الظلمة ليه رفضين النور أقول لكم الطريقة دي إيه في ناس بيرفضوا النور ويحبوا يعيشوا في الظلمة ليه علشان ما تنكشفش أعمالهم الرديقة والشريرة ما المسيح قال أنا هو النور هقول لكم حاجة كمان قالها في الإصحاح ده قال إيه وتعارفون الحق والحق يحرركم وقال كمان وكل من يؤمن بي سيكون نور للعالم عجيبة فعلا عجيبة أنت لما تؤمن بالمسيح تبقى حر من عبودية إبليس وتاخد صفات المسيح هو نور للعالم وإنت هتبقى نور للعالم بشرط الالتزام بتبعية المسيح تصور كده هقول لك يعني مثل يعني معلش سامحني في الكلمتين اللي هقولهم دولة تصور كده أي لنبة لما توصلتش بالكهرباء تفتكر حتنور طبعا مش هتنور نفس الموضوع إذا التزمت بتعليم المسيح حتكون نور للعالم عزيز المشاهد عزيزة المشاهد تحبي تبقى زي المسيح نور للعالم تحبي ولا عايزة تعيش في الظلمة لو عايزة تبقى زي المسيح نور تنوري في وسط الظلمة أنت الشمعة اللي تنور ويهي الظلمة تهرب منك إيه بل المسيح في حياتك هيحررك كمان من عبودية إبليس وكل أعماله المسيح هو الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر